السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان درسنا اليوم شريط قائمة إدراج insert قائمة إدراج يا خاء سادس منلاقيها موجودة في شريط القوائم شايفين كلمة insert إدراج لما أنا أضغط على تلك القائمة قائمة إدراج تظهر لدينا مجموعات وتتكوى من مجموعة جداول ومجموعة الرسومات التوضيحية مجموعة مخططات مجموعة ارتباطات ومجموعة نص أعيد مجموعة الجداول مجموعة الرسومات التوضيحية مجموعة المخططات مجموعة الارتباطات ومجموعة النص نجم نحفظهم هدول يا سادس المجموعة باللغة العربية فقط نبلش نحكي عن أول مجموعة وهي مجموعة الجداول مجموعة الجداول تساعدنا أوامر مجموعة جداول من اسمها يا سادس اسمها مجموعة جداول إذن تساعدنا على إدارة وتصميم الجداول للحصول على أفضل النتائج يعني أنا لما أرتب البيانات الموجودة عندي على الشكل الجدول أكيد رح تسهل عندي عملية فرزها سواء كانت إيش يعني فرز يا خامس هي ترتيب تلك البيانات الموجودة داخل الجدول فرز سواء مثلا تفرزها تصاعديا تنازليا وتصفيضها تلك البيانات وتنصيقها في أي ورقة حتى إحنا يا سادس لما نشتغل أي شيء منفضل ونعمل بجدول بشأن هذا الجدول بيكون أسهل عنا لعملية الفرز والاستنتاج حتى والحتى التنصيق المجموعة الثانية وهي مجموعة الرسومات التوضيحية ورح نحكي عنها بالتفصيل شوي تلك المجموعة يا سادس تتكون أيضا من مجموعة من الأوامر مجموعة الرسومات التوضيحية تتكون من مجموعة من الأوامر الأمر الأول صورة بيكشر والأمر الثاني قصاصة فنية كليب آرت أمر أشكال شيفز وسمارت آرت أعيد الصورة بيكشر تنين قصاصة فنية كليب آرت ثلاثة أشكال شيفز أربعة سمارت آرت المطلوب منك يا سادس حفظ تلك الأوامر باللغة العربية واللغة الإنجليزية بالإضافة لشكل الأداء المرسومة لديك صفحة 77 في كتابك رح نحكي عن أول شيء من مجموعة الرسومات التوضيحية أول أمر وهو أمر إدراج صورة من اسمه يا سادس هادس؟ يستخدم هذا الأمر بيكشر لإدراج صورة من ملف إيش يعني من ملف؟ ممكن يكون عندك مخزن عندك على جهاز الحاسوب في ملف بإسمك أو ممكن أنت تكون نزله من الإنترنت أو أنت هاي الصورة ممكن تكون ناخدها من فلاشة إذن يستخدم هذا الأمر لإدخال صورة من ملف هلأ عند إدخال صورة إلى ورقة العمل لما أنا أضيف هاي الصورة أدرجها من قائمة إدراج بروح على إدراج ومن إدراج بختار مجموعة الرسومات التوضيحية ومن مجموعة الرسومات التوضيحية بختار بيكشر لما يصير عندي إدراج الصورة رحيت لعندك شريط أدوات تنسيق تحت تبويب أدوات الصورة أنا كاني من خلاله أنسق تلك الصورة أنسق بإطارها أنسق الاقتصاص لها بعض التنسيقات المهمة للصورة الشغلة اللي أعرفها أن عندك ظهور الصورة بعد إدراجها تظهر لدى الصورة مقابض تلاقيها مربعات صغيرة عددها ثمانية فهاي اللي ما نسميها يا سادس إحنا مقابض يمكن من خلالها التحكم بحجم الصورة سواء كان بتكبير تلك الصورة أو تصغيرها وعددها ثمانية رحت أنا على قائمة إدراج إنسيرت واخترت أمر بيكشار سوري اخترت مجموعة الرسومات التوضيحية ومن مجموعة الرسومات التوضيحية اخترت بيكشار صورة إذن حكينا أنا بدي أختار قائمة إدراج ومن قائمة إدراج اخترت مجموعة الرسومات التوضيحية بعدين اخترت صورة الشغل الأمر الثاني الموجود عندنا في قائمة مجموعة الرسومات التوضيحية وها إدراج قصاصة فنية كليب أرد ويستخدم هذا الأمر من أجل إدخال قصاصة فنية بما في ذلك رسومات أو أفلام أو أصوات أو صور فيتغرافي لتوضيح مفهوم معين ولاحظ يا سادس عند إدخال القصاصة الفنية زي الصورة إلى ورقة العمل من أمر قصاصة فنية يظهر لديك شريط أدوات تنصيق تحت تبويب أدوات الصورة والشغل نعرفه برضو المشتركة أنه أيضا عند إدراج قصاصة فنية تظهر لديها مقابد من أجل تكبير أو تصغير تلك القصاصة الفنية الأمر الثالث وهو أمر أشكال شيبس يستخدم هذا الأمر لإدخال الأشكال الهندسية من مربع مستطيل معين إلى آخر وغيرها من الأشكال لتوضيح مفهوم معين وعندهن فيه عندنا اختلاف بالنسبة للأشكال بالنسبة للقصاصة الفنية والصورة هي عند إدخال الشكل إلى ورقة العمل يظهر شريط أدوات تنصيق تحت تبويب أدوات الرسم بركز تحت تبويب أدوات الرسم هيك أنا يا سادس بكون خلاصت مجموعة الرسومات التوضيحية بدي أفرجيكو يا سادس الخطوات العملية لإدراج قصاصة فنية كليب أرت صورة بكشر أشكال شيبس بدي أروح أول شي على قائمة إدراج وأختار نفرق أدرج قصاصة فنية كليب أرت ضغطت على أداة القصاصة الفنية كليب أرت رح يطلع عندي صندوق الحوار التالي كتبت أنا هون ضغطت كتبت كلمة كمبيوتر في بعض الأجهزة كلمة حاسوب بعض الأجهزة كلمة كمبيوتر بالإنجليزي إلى آخره ثم أضغط على مفتاح انتقال بدي أختار الصورة اللي أنا بدي إياها القصاصة تلاحظ أنه أدرج عندك قصاصة فنية ننشوف هلأ خطوات إدراج صورة رحت على إدراج اخترت صورة حسن أنت وين مخزن الصور نفرض أنا موجودة عندي على الديسكتوب على السطح المكتب نختار أي صورة أنا بدي إياها هيني أنا أدرجت صورة إذن صار عندي قصاصة فنية كليب أرت وصار عندي بكشار صورة طبعا قلت أنه أنا بطلع عندي إمكاني أني أنصق تلك الصورة بأنماط الصور ونفس الإش بالنسبة للكليب أرت نروح على نضيف شكل من عند إدراج وأخطار أشكال وأدرج الشكل اللي أنا بدي إياه واللي بناسبني هاي أنا أدرجت الشكل طبعا برضو بحكي لك الشكل إمكاننا تنسق بالطريقة اللي أنت بدك إياها إذن رحنا على قائمة إدراج ومن قائمة إدراج اخترنا مجموعة الرسومات التوضيحية اشتغلنا على إدراج صورة بكشار إدراج قصاصة فنية إدراج أشكال شيبس ترجمة نانسي قنقر